السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مجددا تلاميدي الأعزاء في هذه الحصة التي سنخصصها لإتمام تمارين النص الوظيفي المحفظتان الصديقتان إذن توقفنا عند الصفحتين 48 و49 إذن استثمر استعمل الكلمات التي تناسب فراغ كل جملة إذن هنا عندنا بعض الكلمات منذ عندما التي الذي إذن هذا صديقي يرافقني شنو الكلمة اللي سنستعملوا منا؟ هذا صديقي الذي يرافقني الذي عفوا نشد هنا الذي يرافقني نستريح يدق الجرس متى نستريح؟ عندما يدق الجرس عندما يدق الجرس قرأت القصة اشتريتها قرأت القصة التي إذن التي مع المؤنث إذن القصة مؤنث إذن سنستعمل التي هنا استعملنا الذي لأن صديقي مذكر التي اشتريتها خرجت من البيت منذ الصباح منذ الصباح إذن نمر إلى السؤال المولي ألون باللون نفسه الكلمات التي تتشابه أواخرها إذن محفظة ثاني نرى الآخر دي المحفظة ثاني عندها ثاني إذن الكلمة اللي عندها نفس النهاية هي جديدة ثاني إذن غضي اللون محفظة ثاني مع جديدة ثاني عندهم نفس النهاية أقلام النهاية عندها لام أعلام أقلام أعلام إذن لونها بنفس اللون أقلام ألوان أعلام أقلام أعلام منجرة محبرة منجرة محبرة عندهم نفس النهاية إذن عدت تخذوقتكم وتلونهم زيان إذن استعملوا كل كلمة مما يأتي في جملتين ألوان أقرأ أغرس أركب إذن هالكلمة سنركبها في جمل إذن ألوان أعلام بلادي كل يوم أقرأ قصة أغرس الشتائل في حديقة مدرستنا لعبتي مفككة سأركب أجزاءها رفقة أخي إذن لدينا المفرد الولد ماهر الولدان إذن ماهر في المثنى ماهران الولدان ماهران البنت مجتهدة البنتان مجتهدتان مجتهدتان هنا الجمع الولد ماهر الأولاد ماهرون الأولاد ماهرون البنت مجتهدت البنات مجتهدات جمع المؤنث سالم مج تاهدات أضع السؤال مناسب لكل جواب إذن إذن أستيقظ في الصباح الجواب هو أستيقظ في الصباح شنو هو السؤال الذي سيكون متى تستيقظ مثلا متى تستيقظ متى تستيقظ أستيقظ في الصباح هاي العلامة دي الاستفهم متى تستيقظ أستيقظ في الصباح الساعة الثامنة مساء إذن هذا جواب نخصنا سؤال ماهرين مثلا ماهرين نقرر متى تخلد إلى النوم متى تخلد إلى النوم يعني وقتش كتنعس بالليل الساعة الثامنة مساء ولا نقدر نقوله كم الساعة الآن مش حس عذبة الساعة الثامنة مساء إذن هناك عدة أسئلة متى تخلد إلى النوم إلى النوم أذهب مع أمي أذهب مع أمي شنو السؤال الذي يكون مع من تذهب إلى المدرسة أو من يرافقك إلى المدرسة أذهب مع أمي مع من تذهب إلى المدرسة أذهب مع أمي أكتب وذهبت خديجة مع معاذن إلى المدرسة أمي ذهبت ذهبت خديجة مع معاذن إلى المدرسة إملأ أضع كل حرف في مكانه المناسب إذن هنا عدنا حرف الدال الضاد والذال المعجامة إذن هذه محفظة راضياتها إذن كيف نكتبه هنا دال هذه نقطة محفظة راضية بها كتبها ودفاترها دال هذه محفظة راضية بها كتبها ودفاترها إذن التعبير الكتابي أعرض ما كتبته أصف دهابي إلى المدرسة وما فعلته في القسمة وفي الساحة إذن التعبير هذا دائما يتكرر يعني سبق وأن أنجزنا إذن قراءة المشتركة نقرأ هذا النص في الساحة في الساحة نلعب أنا وزينب ومراد وهند وكلنا مؤدب لا يصيح أو يغضب نقف في الصف أخت في الأمام وأنا في الخلف نحترم بعضنا ونحب مدرستنا إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحسة شكراً وإلى اللقاء على أن تقديم